تفقد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربي سير العمل في مشروع إعادة تأهيل موقع بركة الببسي التي تعتبر مشكلة بيئية وبورة ساخنة امتدت على مدار 40 سنة وأعلن الشواربي أن نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى من المشروع بلغت 70% مبيناً أنه مع بداية العام 2022 شرت الأمان بتنفيذ حل جذري ونهائي للمشكلة بأعمال تأهيل البنية التحتية للبركة المرحلة الأولى للتخلص من المياه الراكدة والمتجمعة فيها وإعادتها لمجرها الطبيعي في نهر الزرقاء بركة الببسي التي تعد مشكلة بيئية وبورة ساخرة انتدت على مدار سنوات سابقة اليوم تصل أمانة عمان إلى الطريق الأقرب لحل المشكلة بنسبة 70% من إنجاز أعمال المرحلة الأولى من المشروع أمين عمانة دكتور يوسف الشواربة قال أنه مع بداية العام 2022 باشرت الأمانة بتنفيذ حل جذري ونهائي للمشكلة بأعمال تأهيل البنية التحتية للبركة المرحلة الأولى أمانة عمانة بعدما كلفت بإنهاء هذا الموضوع بركة الببسي اللي كان يمثل بؤرة بيئية صعبة جدا لسكان المنطقة اليوم نبدأ بالمرحلة الأخيرة من أعمالنا في بركة الببسي وشايفين المعدات التي تستخدم لأول مرة في الأردن إن شاء الله وحسب البرنامج الزماني الذي قدموا المقاول قبل قليل هذه الأعمال تحتاج من خمسة إلى ست أشهر وبعد ذلك تكون انتهت هذه المشكلة التي عانى منها السكان من عشرات السنوات بشكل جذري ونهائي الأعمال الخارجية للمشروع تشمل حفر خط ناقل بطول 1400 متر وبقطر 2400 مم باستخدام تقنية الحفر بالأنفاق الآلية والمستخدمة لأول مرة في الأردن وذلك للتغلب على الأعماق الكبيرة لمسار الخط الناقل وتنفيذ منهل عميق لمياه الأمطار بعمق 47 متر وقطر 23 متر في سيل الزرقاء وتصل تكلفة المشروع إلى 12 مليون دينار ممول بمنحة وقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأنهت أمانة أعمال الأعمال الداخلية من المشروع الذي يرجح الانتهاء منه في الربع الأول من العام القادم 2024 حسب ما هو مخطط ومولا عنه وهو مشروع نوعي واجهة الأمانة في أعمال التأهيل به تحديات تمكنت من التغلب عليها والوصول به إلى مرحلة الإنجاز حسين العدوان التلفزيون الأردني